تستمر الأسعار في الارتفاع لتضاعف من معاناة العراقيين الذين اعتادوا رؤية التغير أسعار المواد الأساسية في الأسواق بشكل شبه يومي أسعار باتت ترتبط بقيمة الدينار التي لا تكف عن الانخفاض أمام سعر صرف الدولار في السوق الموازية والتي يصل الفارق بينها وبين السعر الحكومي إلى 30 ألف دينار لكل 100 دولار لا هيك عن التضخم الذي تعيشه البلاد بشكل لا يتناسب أبداً مع الدخل الشهري للموظف العراقي وآخرين من أصحاب الأجور اليومية أجور يؤكد أصحابها أنها لا تكفيهم سوى لأيام معدودة وتجبرهم على التقشف في المأكل والملبس وحتى في حاجيات أطفالهم ما يؤثر أيضاً على تحصيلهم العلمية فيما يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الفجوة الكبيرة بين القوة الشرائية وارتفاع الأسعار ستزيد من نسبة الفقر في بلد يعاني أكثر من عشرة ملايين من سكانه من فقر مدقع ويبدو أن الاقتراب من موعد الانتخابات سيزيد من أسعار المواد الأساسية في الأسواق بحسب مراقبين معظم العراقيين يؤكدون أن الجهات الرقابية الحكومية هي من تتواطأ مع التجار ولا تعمل على محاسبتهم لسيما وأن الأسعار ستبقى مرتفعة حتى إذا تحسنت قيمة الدينار بحسب مراقبين أشعروا إلى ضرورة محاسبة التجار الذين يسيطرون على السوق بشكل علني وهو أمر يبدو مستحيلا إذ أقر رئيس الحكومة محمد السوداني بغياب قانون يمكن من خلاله محاسبة المضاربين على حد تعبيره وفي ظل التأكيد على أن الحكومة السابقة تتحمل مسؤولية التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية إلا أن الحكومة الحالية انتهجت نفس سياسات تلك الحكومات واكتفت بإطلاق خطابات عود رنانة وأعلنت عن إجراءات لم تكبح من جماح الأسعار بل زادت من معاناة العراقيين